اهلا وسهلا حضرات السيدة المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج طبيب على الهوى هنتكلم النهاردة عن نوضوع مهم جدا موضوع بيشغل كل فرض في الاسرة وكل فرض في المجتمع اللي حوالينا وهو اعادة تنصيق القوام عن طريق احدث الاجهزة التي تستخدم في تنصيق وضبط السمنة الموضعية طبعا الموضوع ده مهم جدا لان ناس كتيرة بتسألنا وتتصل بينا تسألنا هل يا دكتور ممكن اخسس نفسي عن طريق الاجهزة بدون اتباع اي نظام غزائي او بدون مبزل اي مجهود او مارس اي رياضة طبعا لازم نكون عارفين من الاول يا جماعة ان الاجهزة دي اتعملت مخصوص علشان نتخلص من السمنة الموضعية السمنة الموضعية هي معناها تراكم الدهون في اماكن موضعية من الجسم وطبعا اماكن موضعية من الجسم ده معناها ان الجسم قعد لفترة طويلة جدا بيخزن في الدهون دي لحد ما الدهون دي بدأت تظهر علينا في شكل كبير اولا لازم نتكلم الاول عن القوام وتنصيق القوام القوام النهاردة هو عبارة عن ايه القوام هو الشكل او المظهر العام اللي كلنا بنظهر به وطبعا كل واحد النهاردة كل واحد بيشوف شكله عن طريق المراية بنقدر نقول اننا النهاردة قوامي كويس او قوامي مش كويس طبعا القوام هو عبارة عن الشكل الخارجي وبيعبر عن المظهر وبيعبر عن طريق التعبير الانسان عن نفسه بس عشان ما نظلمش ناس كتيرا معنا لان فيه ناس غزبة عنها بتبقى محكومة طبعا عندها مشكلة في الغدد او اي مشكلة بتؤدي الى خلل في القوام وتنصيق القوام القوام المثالي او القوام الرشيق وهو عبارة عن حضرتك النهاردة هنجيب ورقة وقلم ونحسب طنة ونحسب وزننا وعن طريق الحزبة دية نقدر نقسم الوزن على مربع الطول هيدينا رقم الرقم ده نقدر نقول اذا كان قوامنا المثالي ولا لا احنا عن طريق جهاز عندنا في العيادة بنقدر نقيس نسبة الدهون ونسبة المية اللي موجودة في الجسم وقياس نسبة العضلات ومعدل الحر طيب القوام بيختلف من الراجل الى الست وبيختلف من سن لسن القوام المثالي طبعا في الست هو عبارة عن تناسق الجسم يعني انا شايف جسمي متناسق ولا لا اقدر احكم على نفسي اشوف ان انا عندي بروس في اي منطقة فنقدر نقول اذا كان القوام متناسق ولا لا في عندنا اشكال كتير منتشرة للسمنة الموضعية المنتشرة في الرجالة والستات طب سمنة الرجالة هي عبارة عن بنسميها بتاخد شكل التفاحة يعني سمنة الابل شيب هي عبارة عن تراكم الدهون في منطقة البطن لان غالبا منطقة البطن هي المنطقة اللي بيظهر فيها الدهون وتتراكم في منطقة البطن عند الرجال وده نظر للعدادات الغذائية الخطأ اللي كلنا بنعملها ممكن عن طريق الأكل في أوقات خطأ ممكن عن طريق تناول كميات كبيرة من الدهون تناول كميات كبيرة من الموالح والمخللات اللي بتؤدي لزيادة الوزن الجسم وممكن الأكل والنوم طبعا الأكل والنوم من العادات الغذائية الخطأ اللي احنا نتبعها علشان جسمنا يؤدي إلى الزيادة فلازم نبطل موضوع الأكل والنوم طبعا خالص بالنسبة للستات الشكل بيختلف خالص وبياخد شكل مختلف وهو شكل الكميترة شكل الكميترة ده معناه تراكم الدهون في المنطقة السفلية من الجسم يعني تظهر الست عندنا عبارة عن ان الجزء العلو من الجسم متناصق وما عندهش اي مشكلة او زيادة في السمنة في منطقة العلوية من الجسم وما سواء منطقة البطن او منطقة الصدر ولكن تظهر عندنا السمنة في المنطقة السفلية اللي تتمثل في الرجلين وفي الفخد وفي المنطقة الخلفية تظهر عندنا مشاكل وغالبا منطقة المنطقة السفلية عند السيدات بيبقى داخل فيها عوامل وراثية او عوامل هرمونية نظرا الاختلال الهرمونات عند الستات سواء عند انقطاع الدورة الشهرية او سواء عند فترة الدورة الشهرية نفسها او فترة البلوغ كله ده بيؤدي الى تكون السمنة الموضوعية في المنطقة السفلية عندنا نوع ثالث من السمنة وهو عبارة عن تراكم السمنة في اجزاء الجسم كله وده عندنا معد مؤشر كتلة الجسم في الحالة دي بيزيد عن رقم كبير وبيعد التلاتين وممكن يعد الاربعين كمان وده مؤشر خطر لازم من خلاله نتحرك ونعرف طبعا ان احنا لازم نتخذ اي وسيلة لانقاص الوزن ومش انقاص الوزن بس لان النهاردة انقاص الوزن اصبح حلم طبعا كل واحد مننا ان وزنه يبقى كويس ولكن ما بقاش عندنا استعداد ان احنا نبذل اي مجهود او نتبه حتى نظام غذائي او نمارس اي نوع من الرياضة فلازم نسمع الكلام من اولها علشان ان شاء الله نوصل للنتيجة كويس الاشكال اللي احنا قلنا عليها دي بتختلف والنهاردة احنا بنقول هنتكلم عن الاجهزة الحديثة اللي من خلالها نقدر ننصق القوام طبعا تنصيق القوام بيختلف عن انقاص الوزن انقاص الوزن معناه ان انا جسمي كله بقعاني من سمنة في اماكن مختلفة من الجسم وعن طريق التباع نظام غذائي او ممارسة الرياضة او عن طريق الاجهزة الحديثة برضو اقدر نقص الجسم كله ويبقى انا عندي سمنة مختلفة في اماكن كتيرة فعن طريقها اقدر اتحكم في الوزن اما اعادة تنصيق القوام احنا اصبحنا النهاردة بيجينا ناس او بيجينا شريحة كبيرة جدا وخصوصا من الفتيات المجبلات على الزواج او بعد خصوصا فترة الحمل والرضاعة بتعاني من سمنة موضعية في مكان واحد غالبا منطقة البطن منطقة الجناب منطقة الارداف فبتيجي تقول لي يا دكتور لو سمحت انا عاوز انزل المنطقة دي بس طبعا نقول لها النهاردة ان في طرق كتيرة تساعدنا على نزول المنطقة دي بس بس لازم طبعا من الاول نكون عارفين ان احنا لازم نزبط الاكل هي فكرة تصبيت الاكل مش معناها اننا بحر نفسي من الاكل ولكن تصبيت الاكل ده معنا ايه اننا جسمي لازم له عدد معين من السعرات الحرارية السعرات الحرارية دي هي المسؤولة عن او هي المصنع اللي جسمنا من خلاله بيعطي الطاقة عشان نقوم بكل الوظائف الحيوية اللي في جسمنا يبقى النهاردة انا جسمي محتاج ونفرض 1000 سعر حراري او 2000 سعر حراري لو انا كالت كمية من الطعام تغطي الالف يبقى انا جسمي هيحرق الالف بسهولة ويستطيع انه يكون بكل الوظائف الحيوية طب الزيادة عن الالف يا دكتور الزيادة عن الالف بطريقة كده بسيطة ممكن ان يتخزن لو احنا ما قدرناش نحرقه يبقى هيتخزن في جسمينا بسهولة جدا وفي الحالة دية النهاردة اللي تخزن النهاردة مع اللي تخزن بكرة يؤدي الى تراكم الدهون في مكان واحد فتظهر عندنا السمنة الموضعية طيب عشان كده لازم تصبيت الاكل ان انا الدكتور او الاخصائي المسؤول عن تصبيت الاكل بيدينا فرصة للجسم دايما انه هو يحرق المعدل الطبيعي او المعدل اللي انا جسمي محتاجه علشان يساعدني على انقاص الوزن يبقى انا لو عاوي جسمي محتاج 1000 يبقى انا ممكن ادخل جسمي 1000 سعر حراري فيطيح للجسم دايما انقاص الوزن من المخزون لان انا جسمي محتاج وطبعا اقل من الالف ده اساسي علشان الجسم يحرق بزيادة يبقى انا النهاردة جسمي محتاج ان الالف سعر حراري يقدي له 1000 او اقل من الالف يبدأ جسمي يحرق من المخزون اللي فيه وطبعا مع ممارسة الرياضة او اتباع نظام الغذائي بطرق كويسة جدا العادات الغذائية الخطأ هي اهم الاسباب اللي بتؤدي الى ظهور السمنة الموضعية يعني النهاردة الناس اللي بتحب اكل البروتينات كتير الناس اللي بتحب اكل النشويات كتير الناس اللي ما بتشربش مية شرب المية مهم جدا لانقاص الوزن ولسبات الوزن برضو لان شرب المية ده بيساعد على ترطيب الجسم بيساعد على نشاط الجسم بيساعد على تخلص الجسم من السموم والدهون والاملاح اللي موجودة فيه كلها الطرق التقليدية لانقاص الوزن احنا زي ما قلنا بس في الاول ان انقاص الوزن بيختلف شوية عن اعادة تنصيق القوام انقاص الوزن هو انقاص الوزن من الجسم كله اما اعادة تنصيق القوام هو مكان معين او مكان بعينه احنا محتاجين ان المكان دوات يقل في الوزن ونحسن الشكل بتاعه احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا مع الرجيم ان الرجيم اولا في ناس بتستصعبه يعني في ناس تيجي تقولك يا دكتور ممكن اخس 10 كيلو او 20 كيلو من غير ما اعمل اي نظام غذائي احنا بننصحهم طبعا باتباع النظام الغذائي لان ده اقمن طريقة وده اسهل طريقة لانقاص الوزن ولكن ان انا خس الوزن ده وقت مدون امبزل اي مجهود يبقى انا كده ضيعت على نفسي فرصة كبيرة ان انا بقوّل عضلات في نفس الوقت لان ممارسة الرياضة والتباع وجسم بيحرق في الدهون بطريقة سليمة ده بيقول عضلات كل ما العضلات تبقى قوية كل ما فرصة الجسم لتكوين خلايا دهنية او تكوين او تخزين دهون لفترة مجبلة بيبقى صعب شوية للجسم فده نصيحة كويسة بننصح بها الناس ان احنا ما فيش حاجة اسمها ان انا اعمل اي وسيلة لانقاص الوزن يا جماعة بدون ما اقول ان انا هزبط اكلي على الاقل تصبيت الاكل المعنى ان الدكتور هيدينا شوية نصايح وهيدينا شوية تعليمات طبعا عن طريقها ممكن نقول ان احنا نزبط اكلنا لو احنا مش قادرين نتابع نظام جزائي كامل اما اعادة تنصيق القوام ان انا ممكن اشغل جهاز معين على منطقة معينة علشان يحرق للدهون اللي موجودة في المنطقة دية وبالتالي المكان ده هينزل لان عندنا مشكلة في الرجيم ان الرجيم بيدور على اسهل مكان يحرق منه ازاي بكتور Titan طبعا عندنا خريطة توزيع الدهون في جسمنا مختلفة كل واحد عن التاني انا خريطة توزيع الدهون في جسمي بتشمل حاجات ثلاثة ممكن نعتمد عليها وهي تخزين الماء اللي موجودة في الجسم الدهون الليينة او الدهون الاحدية وهي دهون بقالها فترة بسيطة موجودة في جسمنا أما الدهون الصلبة ودي دهون بقالها فترة كبيرة في جسمنا ما بزناش أي مجهود إن الجسم يتخلص منها فبالتالي الجسم بيغلفها بغلاف وبتبدأ تتخزن في أماكن كتير وبيبقى سهل تخزينها تبدأ النهاردة تتراكم تحت جدار تحت الجلد وتسبب لنا زيادة في الوزن وزيادة وطبعا ضعف في العدلات ضعف العدلات بيؤدي لضغط الدهون وضغط الأعضاء الداخلية عليها فبيؤدي إلى التراهل اللي احنا بنشوفه في الآخر إن الإنسان ده أصبح عنده كرش أو أصبح عنده بطن ممتلئة أو أصبحت عندها فاخد وطبعا توزيع الأكل في نوعيات معينة بتتخزن في أماكن معينة يعني فيه أكل بيتخزن في منطقة البطن وفيه أكل بيتخزن في الجناب والأرداب علشان كده احنا بننصح الناس دايما اللي عاوز يخص منطقة معينة لازم يسأل عن الأكل المعين اللي بيتخزن في أماكن كتير الرجيم لوحده ما بيبقاش كفاية إن أنا أعيد تنصيق القوام لأن الرجيم قلنا إن هو بيدور على أسهل مكان يحرق منه ويتخلص من أسهل حاجة موجودة في جسمنا لحد ما يوصل للدهون الأحدية يخلص على الدهون الأحدية يبدأ يدخل على الدهون السلسية أو الدهون الصلبة فيبدأ يتخلص منها بطريقة ولكن برضو فيه ناس بتشتيك كتير إن أنا يا دكتور بعمل رجيم وبرضو مع اعتباعة للرجيم وممكن رجيم قاسي كمان وإن أنا مع اعتباعة للرجيم برضو ما بحسش إن أنا بنزل من الأماكن اللي أنا محتاجها وبرضو المنطقة اللي حضرتك عاوز تتخلص منها تكون منطقة البطن وبعد ما نخسر الخمسة كيلو أو العشرة كيلو ممكن يظهر عندنا إن إحنا عندنا بطن زيادة برضو علشان كده هي الأجهزة دي بتساعدنا دايما على تخليص الجسم من الدهون من المنطقة دي لأنها ببساطة كده بتعمل إيه بتحول الدهون من الصورة المعقدة إلى الصورة الأحدية أو الصورة السهلة البسيطة اللي تخلي جسمنا يتخلص منها ببساطة عن طريق إن الكابت بيمتص السموم والدهون وتبدأ يقرجها عن طريق الجهاز اللي مفاوي أو عن طريق الكيلة أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الإخراج وطبعا ممارسة الرياضة بتساعدنا على العرق فالعرق ده من أهم الوسائل اللي تخلي جسمنا يخسر في الوزن ويخسر فيه الدهون المترقمة طيب النهاردة هنقول عن أحدث الطرق أو أحدث الأجهزة اللي موجودة للتخلص من السمنة الموضعية طبعا السمنة الموضعية منتشرة في ناس كتيرة وفي أماكن كتيرة وفي أعمار مختلفة ممكن العامل الوراثي في العيلة أو ممكن شكل التكوين الجسماني في العيلة بيختلف من عيلة العيلة ممكن نقول إن فيها عيلة مشهورة بمنطقة البطن وفيها عائلات مشهورة بالمنطقة السفلية من الجسم دي طبعا أول سبب رئيسي ممكن يكون داخل فيها وهي موضوع الجينات الوراثية أو الهرمونات خصوصا عند الإناث لأن حقيقة رضاعة كده كده بتخلي جسمنا يزيد بيخلي الجسم يخزم مية وأكيد برضو إحنا لو استخدمنا أي وسيلة لتحديد الناس وخصوصا للحبوب من الحمل دي بتشتغل على الهرمونات وبتشتغل على الجسم بحيث إنه هو دي بتبقى فرصة إن الجسم يخزم مية فعشان كده بنلاحظ زيادة سريعة في منطقة البطن أو في الجسم كله مع استخدام وسائل من الحمل الحبوب بتتاخد بشكل يومي فبتخلي جسمنا بصفة يومية يعتمد على إنه هو يساعد على اختزال الماء ولكن ومعنا تصال تاني أستاذ عزة أهلا وسهلا أهلا مع حضرتك لو سمحت معلش مدام عزة مع حضرتك فضالي حضرتك الوزنة حوالي 76 كيلو 76 151 151 والمشكلة إنها إنها والدة قيصري والمرتين قيصري يعني أخر مرة حضرتك من إمتى من 12 سنة 12 سنة الوزن الزيادة دهوه في البطن والأرداف تمام بس المشكلة بقى العلاج بتاخد علاج مثلا بمرارة قولون تمام حضرتك في ضغط سكر في أي حاجة لقدر الله ضغط غالبا واطي لكن سكر مفيش تمام طب حضرتك عملت أي وسيلة لإنقاص الوزن قبل كده في خلال ال 12 سنة اللي فاتوا دون أه عمل عند الكثير برضو فعلاج طبيعي وبقيت قد تخس وبعدنا رجعنا تاني طب ما عليش أكثر وزن نزلتيه كم يعني نزلت كم كيلو في وقت قد إيه نزلت فيه نزلت كم كيلو في وقت تقريبا قد إيه تمام هنرد على حضرتك إن شاء الله هي نفس المشكلة طبعا اللي بنتكلم فيها وهي مشكلة بيعاني منها كل الستات علشان كده احنا هنتكلم النهاردة عن الأجهزة الحديثة طبعا حقيقة لازم تعملي أول حاجة نظام غذائي والكلام للمدام عزة والكلام طبعا للسيدة الفضيلة اللي كانت معنا في الأول طبعا إن إحنا لازم نزبط أكلنا بشكل من الأشكال يعني لو إحنا حاجة بناكل مخللات أو حوادق أو أي حاجة فيها أملاح نحاول نقلل منها لأن ده بيساعد على احتباس الماء في جسمنا فبيؤدي لزيادة الوزن يبقى إحنا بنزيد ميا بس إحنا مش مدركين إن الوزن الزيادة ده بيظهر علينا بشكل كبير جدا تاني حاجة إن إحنا لازم نشرب ميا كتير لأن شرب الميا مالوش علاقة بالتقن خالص يا جماعة شرب الميا بيساعد على تخلص الجسم من الدهون فدي تاني نصيحة بننصح بيه طبعا إذا كان فيه إمكانية ولازم يعني إن إحنا نمارس نوع من أنواع الرياضة ولازم نمارس نوع من أنواع الرياضة خصوصا المشي المنتظم لمدة نص ساعة أو ساعة لأن ده بيزود معدل الحرق في جسمنا للمعدلات الطبيعية بيخلي جسمنا يحرق بسهولة جدا إن شاء الله نطلع فاصل ونعود لحضراتكم إن شاء الله جاءنا تاني حضرات سيدة المشاهدين وهنتكلم دلوقتي عن أحدث الأجهزة اللي بتستخدم في التخلص الجسم من السمنة الموضعية واللي هيستفيد بها كتير من شريحة كبيرة من المشاهدين وطبعا لأن أغلب الأسئلة النهاردة بتدور حوالين أماكن موضعية زي منطقة البطن والجناب والأرداف والفخدين طبعا ودي مناطق مشهورة جدا عند السيدات المدام عزة والسيدة اللي اتصلت نحاول نتخلص من منطقة البطن عن طريق شربه مياه كتير زي ما قلنا وعن طريق اتباع نظام غذائي يكون مع حد مقتص طبعا علشان نقدر نتخلص الجسم والأجهزة اللي احنا هنتكلم فيها دي بتساعد جسمنا دايما على تخليص الجسم من السمنة الموضعية اللي موجودة في أماكن معينة لأن احنا عندنا عيب في الرجيم زي ما قلنا إن الجسم بيتخلص من أسهل حاجة موجودة فيه فدايما بيدي فرصة للجسم إن احنا مش عارفين نتخلص من منطقة البطن يعني ممكن نخس الفترة كبيرة جدا ومنطقة البطن تفضل ظهر عندنا أحدث الأجهزة اللي موجودة عندنا فيه جهاز مهم جدا هو اسمه جهاز الكافيتيشن عفوا جهاز الكافيتيشن دوت هو عبارة عن أحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية عالية التردد واللي بتستخدم لتفتيت وإزابة الدهون تفتيت وإزابة الدهون عن طريق إن احنا الأجهزة دي بتطلع موجات عالية التردد يوصل التردد بتاعها 40 لـ 80 كيلو جول يعني 40 لـ 80 ألف جول دي بتعمل تصدع في جدران الخلايا الدهنية يعني تصدع يعني الخلايا الدهنية تفرغ الخلايا الدهنية من محتواها وبعدين تؤدي إلى تفتيت جدران الخلايا الدهنية فالجدران الخلايا الدهنية كل ما تتفتيت طبعا يبقى الجسم حولها من صورة صلبة صورة معقدة إلى صورة أحدية فالجسم يقدر يتخلص منها بسهولة جدا والجهاز الكافيتيشن دو بيستخدم ومعنى تصنب هلو سلام وعليكم السلام لو سمحت أنا كنت ولدها مرتين تمام المرتين طبيعيا تمام كويس كان وزني قبل محمص بي كويس فرحت تابعتي مع الدكتور وكده فالدكتور عملي جلسات ليزر فأوكذا بس عندي يعني مشكلة في الأرداف وفي اللبناء تمام كويس تحديك بتستعميل وسيلة تحديد الناس أقول لي أنتي ليه عملت الجلسات الليزر ديات فأنا مش عارف عاد هي مفيدة ولا مدرة ولا أعملتي آخر مرة حضرتك أمتى الجلسات نعم من قبل الولادة التانية بعد الولادة الأولينية أنا حملت مرتين ورابعة طب حيك بتستعميل لي وسيلة إيه لتحديد الناس لدلوقتي اللوب هنرد على حديك إن شاء الله طولي 158 تمام طبعا جهاز الليزر من خلايا الدهنية هي كل فكرة النهاردة إن احنا بنتكلم عن تخليص الجسم من الخلايا الدهنية لأن جسمنا كل ما يتخلص من الخلايا الدهنية طبعا الدهون هيبقى صعب جدا بالنسبة الجلسات اللي حضرتك عملتها دي جلسات مهمة جدا وجلسات موضعية على أماكن معينة بتخلي الجسم يتخلص من السمنة الموضعية طبعا نتيجة لأن حضرتك حصل حمل تاني فالجسم غصب عنه بيرجع يحصل فيه زيادة لأن وزن البيبي ووزن المشيمة ووزن الميا كل ده بيخلي جسمنا يزيد تاني وبيدي فرصة طبعا للجسم إنه هو يزيد الوزن تاني فالجهاز ده مناسب جدا وما فيش أي مشكلة ولكن احنا بننصح دايما باتباع نظام غذائي مع أي أجهزة لأن الأجهزة الوحدها بتخرج الدهون من الخلايا الدهنية وتفتت الخلايا الدهنية ولكن الدهون لازم تخرج من جسمنا عن طريق وسيلة آمن وسيلة آمنة اللي هي عن طريق العرق أو عن طريق البول أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الإخراج من ضمن الأجهزة الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة برضو بالإضافة لجهاز الكافيتيشن والجهاز ده هو مهم جدا لأنه ممكن ينزلنا في الجلسة الوحدة من 3 إلى 5 سمتي في الجلسة الوحدة في محيط المنطقة اللي احنا شغالين عليها لأن الجهاز ومعنات الصال معنات إيمانة فضالي علي السلام عليكم عليكم السلام لو صمحت أنا دوقتي أنا معلش عالي صوتك شوية إيمانة صمتي تولي نعم عالي صوتك لو سمحت شوية بقول لحظك عندي 43 سنة تمام ووزني دوقتي حالياً 80 سيلو وطولي 153 سنة تمام أنا دوقتي عملت كذا مرة عملت رجيم وطبعت حمية وروحت لدكتور وكنت نزلت ويعني أنا بقلي أربع سنين يعني وزني ثابت بس طبعاً أنا أمريدي السكر وباخد أمسلين وباخد أقرص للسكر جسمي يعني حتى أكلت ما أكلتش بيزيد بس كل الزيادة عندي في محيط البطن والأرضيس برده تمام هنرد على كنت عارفة عمل إيه يعني أنزل وارجع تاني هو طبعاً في حالي حضرتك بنزل مثلاً 2-3 كيلو وارجع تاني تمام هنرد على حذك إن شاء الله طبعاً هي دي مشكلة كله بيعاني منها خصوصاً مرضى السكر يعني خصوصاً اللي بياخدوا انسلين لأن نسبة السكر الطبيعية أو الفركتوز الجلوكوزي الطبيعي نسبة الجلوكوزي الطبيعي اللي موجودة في جسمنا فالسكر بيحاول يمتص نسبة كبيرة من الجلوكوزي اللي موجود في الجسم فبالتالي ده بيأثر على الحرق اللي موجود في الجسم يبقى إحنا جسمنا بيوجه كل طاقته إنه هو يتخلص من العرض نفسه ولكن الحرق فيه بيقل فعشان كده إحنا دايماً نخس ونزيد نخس ونزيد يعني إحنا بنسميها زي اليو طالع نازل كده في الوزن اللي إحنا بنتحكم فيه إحنا طبعاً ما فيش شك أن أنت لازم برضو تتابعي نظام غذائي علشان النظام الغذائي مهم جداً ولكن إحنا دايماً بنراعي نظام غذائي لمرضى السكر بيعتمد طبعاً على إن يكون دايماً فيه خضروات موجودة زي الفاصولية والبسلة والكرومب طبعاً شربة الكرومب من أنواع الشرب الحارقة اللي بتستخدم في تفتيتي الدهون الأرنبيت كويس جداً الكرافس والبروكلي من الحاجات الكويسة جداً إن أحدك ممكن تعتمد عليها ونبعد شوية بس عن اللحوم الحمراء على قد ما نقدر علشان جسمنا يدي فرصة أنه هو يحرق من الحاجات اللي موجودة فيه ونشرب ميا كتير شرب الميا كتير خصوصاً لمرضى السكر علشان لقدر الله ما يحصلناش أي مشكلة أو أي غيوة من السكر وأنا بنصح ديك طبعاً باتباع أي وسيلة مساعدة بالإضافة للرجيم لأن انت كده عندك معدل الحرق أولاية جداً فلازم نعمل أي وسيلة مساعدة عن طريق أي أجهزة مساعدة عندنا فيه طبعاً فيه جهاز تاني ممكن حاجة تستعمليه اللي هو عبارة عن ال-LBG ال-LBG دوت أو ال-Suction هو جهاز بيحسن الدورة الدموية للخلايا فكلما الدورة الدموية تتحسن كلما قدرة الجسم على تفتيت الخلايا بتبقى كويسة جداً والتخلص منها فيه جهاز اللي هو شفط الدهون بس ده مش معناه أن شفط الدهون يخرجها من جسمنا شفط الدهون معناه أن الدهون الصلبة موجودة على مستوى عميق من الجلد فالجهاز بيشفطها يطلعها من مستوى عميق لمستوى سطحي بحيث أن الجسم يقدر يتعامل معها عن طريق الأجهزة الموجات فيه الصوتية عليها تتردد اللي بتخلي جسمنا دايماً يتخلص منها ولازم حضرتك طبعاً تتحركي الماشي مهم جداً خصوصاً لمرضة السكر لأن الماشي بيساعد على تنشيط الدورة الدموية وتصبيط السكر اللي موجود في الجسم بيخلي الجسم نشيد دايماً وحرقه كويس جداً علشان ما يحصلناش أي مشكلة جداً وزي ما طبعاً حضرتكوا سمعين كلكم أن أغلب المشاكل وخصوصاً عند السيدات بتتركز في منطقة البطن احنا هنقول وصفة دلوقتي بسيطة جداً لأن منطقة البطن مش على قد الدهون اللي موجودة فيها هو بيتراكم طبعاً حالة تحت الجلد كمان اسمها السيلوليت السيلوليت ده وعبارة عن تراكم الدهون في جيوب ضيقة يعني في جيوب ضيقة أو خلايا ضيقة تحت الجلد نتيجة أن الإنسان أنه تحرك عمالها تخسي وتزيدي فده بيدي فرصة للجسم دايماً أنه هو يتكون الدهون اللي موجودة السيلوليت في ده فإحنا أهم مادة بتستخدم دلوقتي للتخلص من السيلوليت وده موجودة في أغلب الكريمات اللي بتستخدم للمجال ده وهي الكافين الكافين ده ببساطة جداً موجودة عندنا في البيت في البن أو في القهوة يبقى هنجيب حقيقة معلقة بن معلقة زنجبيل ونص لمونة مع كوب ماء وكل ده يتغلي على النار هيطلع علينا مزيج يعني حاجة راطبة كده ممكن حضرت نحطها على كريم ترطيب أي كريم ترطيب موجود في البيت ونقلبه كويس جداً وبعدين نحطه في التلاجة ونبدأ ندهنه على المنطقة اللي احنا عاوزين نتخدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر